موسيقى يكمل الصفدي وحكى وحكي أنه لما كان يكاتب التتار تحيل مرة إلى أن أخذ رجلا وحلق رأسه حلقا بليغة وكتب ما أراد عليه بوغز الإبر كما يفعل بالوشم ونفض عليه الكحل وتركه عنده إلى أن طلع شعره وغطى ما كتبه فجهزه وقال إذا وصلت مرهم بحلق رأسك ودعهم يقرؤون ما فيه وكان في آخر الكلام قطعوا الورقة فضربت رقبته وهذا غاية في المكر والخزي والله العالم تعليق خزع بلات روزخونية واسألوا الصفدي وبنتيمية عن حجم رأس ذلك الرجل وهل هو بقدر حجم رأس الرب الشاب العمرد أو رأس الرب القرد أو البقرة أو الطير أو غير هؤلاء من أرباب وهل استوعبت الرسالة والكتابة كل الخطط العسكرية ونقاط الضعف والقوة في جيش الخلافة وحكومة بغداد وهل كانت الرسالة متضمنة لخرائط ومخططات وهل فيها صور عن القطاعات العسكرية والدوائر الأمنية والإحداثيات الدقيقة كي يتم قصفها من قبل طيران هولاكو وهل تضمنت الرسالة صور الأرباب التيمية المليونية والمليارية كي يتمكن هولاكو من استهدافها وقصفها جميعا كي لا يبقى لأربابهم باقية فتكون فرحة ابن العلقمي فوق الوصف والتصور التفت جيدا واحذر جدا من منهجهم المعتاد حيث يكذب أشرهم الكذبة ثم يأتي من بعده أو يأتي آخر فيأخذها من المسلمات ويضيف عليها خرافة جديدة فيأتي من بعده فيأخذ ذلك من المسلمات ويضيف إليه أكذوبة خرافية جديدة وهكذا إلى يوم ظهور الدجال فتكون نهايته ونهايتهم على يدي المنتظر المهدي الخليفة الإمام الثاني عشر وكما وعدنا بهذا الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم